بداية نشرتنا حيث بعث صاحب الصمو الشيخ خليفة بن زايد أنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحبة الصمو الملكي الأميرة لولوى بن فهد بن عبد العزيز آل سعود كما بعث صاحب الصمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب الصمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان وليه عهد يبوظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة برقيتين تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين